وبعيداً عن أصور النمطية للعرب تحديداً في الغرب والاضطهادات اللي شهدناها في السابق تحديداً مع النساء المحجبات في بلاد الغرب مثل فرنسا وغيرها الآن تصبح ضابطة الشرطة زينا علي اللي التحقت بالشرطة النيوزيلندية أخيراً أول شرطية بترتدي الحجاب بشكل رسمي في العمل وتفصيلاً سمحت شرطة نيوزيلندا للمسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي بهدف تشجيع مزيد من النساء على الانضمام إلى جهاز الشرطة وبالتالي رح تصبح الضابطة زينا علي اللي التحقت بالشرطة أخيراً أول شرطية بترتدي الحجاب بشكل رسمي في العمل في نيوزيلندا وقال متحدث باسم الشرطة أنه جهاز يسعى لإيجاد خدمة تستوعب الجميع وتتقبل الجميع وتعكس التنوع الموجود في المجتمعات المحلية وبتسمح أجهزة شرطة أخرى مثل شرطة العاصمة البريطانية وشرطة أيضاً سكتلندا بخيار الحجاب في الزي الرسمي وفي المملكة المتحدة وافقت شرطة العاصمة لندن على حجاب يضاف إلى الزي الرسمي تحديداً كان في عام 2006 بينما سمحت شرطة سكتلندا بالأمر ذاته في عام 2016 والآن عم نشوفه رسمياً في نيوزيلندا وإن شاء الله نشوفه بكل دول العالم لأنه كل الناس سواسية وموضوع ارتداء الحجاب وغيره المفروض يكون هو علاقة شخصية بين الشخص وربه فبالتالي كتير جميل أنه نشوف أنه دول في الغرب تتقبل هذا الموضوع وتحديداً الدول اللي مو ديانتها الرسمية الإسلام ترجمة نانسي قنقر